اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الحالة السفرية زير كندشنال لقعدة F وفي الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الاولى لقعدة F واتفقنا ان F معناها لو لو حصل كذا هيحصل كذا يعني عندي جملتين حدث ونتيجته وعلشان ما اتوهش مني كل قواعد F بتختلف في حاجتين الحاجة الاولى في الزمن اللي بنستخدم زمن الفعل اللي بنستخدمه في الجمل والحاجة التانية ان كل حالة من حالات قعدة F بتعبر عن حاجة معينة زي مثلا الحالة السفرية بتعبر عن وقاء علمية او وقاء حياة عامة لكن في الحالة الاولى بقى بتبقى الجملة الاولى اللي هي جملة الحدث بتبقى بنستخدم فيها زمن البرازنت سامبل والجملة التانية اللي هي نتيجة الحدث بنستخدم فيها الفياتشر سامبل اللي هو المستقبل البسيط اللي هفقرك بيه اللي هو عبارة عن والو والمصدر والو يجي وراها الفعل في المصدر الحالة الاولى بتعبر عن حد معين بكلمه حد محدد بكلمه في موقف معين المفروض يعمله ونتيجته هتظهر في المستقبل يعني مثلا لو انا بكلم بنتي سارة وقلت لها لو نجحت يا سارة في الامتحان ده انا هجب الهدية انا هنا اصدت سارة بعينها بكلم شخصي بعينه واصدت موقف بعينه انها تنجح في الامتحان اللي هتمتحنه ده علشان اجيب لها الهدية وفي الحالة دي مدام انا اصدت شخصي بعينه وفي موقف محدد يبقى هنا استخدم الحالة الاولى اذا اردت شخصي بعينه انا سوف أعطيه انا سوف أعطيه وفي موقف 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 موقف